بعد توقف استمر ثلاثة سنوات بسبب انتشار فيروس كورونا أعادت الهند افتتاح معرض السيارات بنسخته الجديدة لعام 2023 واللافت في معرض هذا العام التركيز على السيارات الكهربائية تحديدا التي صنعتها العديد من الشركات الأسيوية والتي سرقت الأضواء بالتزامن مع غياب معظم شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى كما أظهرت الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية مشاركة أكبر بكثير في عرض المنتجات المستدامة والمستقبلية وبحسب مؤسسة إنصاف العلامات التجارية الهندية فإن سوق المركبات الكهربائية الهندية يتوسع بسرعة حيث تم بيع أكثر من 300 ألف سيارة كهربائية في عام 2021 بزيادة قدرها 168% ألاف الزوار الذين زاروا المعرض أبدو اهتمامهم الشديد بالمركبات الكهربائية الحكومة تستثمر في تطوير السيارات الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون وفقاً لاتفاقيات مؤتمر المناخ لذلك ما نشعر به كخبراء في الصناعة بعد الكثير من الأبحاث التي تم إجراؤها أنه بحلول عام 2030 ستنتشر المركبات الكهربائية بنسبة 30% وهذه توقعات متفائلة في سوق السيارات الكهربائية وبرغم تفاؤل الكثيرين بانتشار السيارات الكهربائية التي ستساعد في تقليل تلوث المناخ إلا أن الكثيرين في الصناعة لا يبدون أي تفاؤل وذلك لارتفاع أسعار هذه السيارات ويأملون أن تساهم الشركات في الترويج لهذه السيارات من خلال جعل أسعارها متاحة للجميع ترجمة نانسي قنقر